القرآن ورمضان انا زعلانة جدا 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 معظم الجلسات التربوية بتقفل في رمضان معظم الحاجات اللي هي الخاصة بموضوع التفسير والمقارئ بتقفل في رمضان معظم حتى الدروس الوعز والرقائق بتقفل في رمضان اصلا احنا هنتفرغ للعبادة تمام انا معاك والله ان هي جميلة ولكن ما الامثال البشر اللي زي غيري نحسب على الاقل نحن من عامة الناس يعني الناس اللي عايزة تتدبر القرآن او قلبها مفتوح لتدبر القرآن ومعرفة معاني الكلمات وهكذا او حتى تثوير الصورة اللي احنا كنا بنتكلم عنه مقفول كل الحاجات تقولك لا خلاص بعد بعد رمضان ده حاجة تزعل جدا سألت كذا اخت فن يا بنت الجلسات التربوية بتاها تقولك لا بعد رمضان نحن الناس متفرغة للعبادة وكل واحد انا معاك والله ولكن يعني على الاقل المصلحين الدعاه المشايخ لا تغلق بابك في رمضان عن الناس على الاقل الناس المصلحة الناس المشايخ الدعاء يا جماعة ليه تقفلوا ما تقفلوش باب للعلم ولا باب التدبر ولا باب الكلام عن القرآن في رمضان ده رمضان هو شهر القرآن النبي صلى الله عليه وسلم كان سيدنا جبريل يعني عوض القرآن مرتين في الشهر وكان الرصال السلام يطلو على جبريل القرآن مرتين في الشهر ليه لانه هو ده شهر القرآن فنيجي بقى تقولك لا اصل للدنيا مقفولة في رمضان وما ينفعش ان احنا نتكلم خلاص كل واحد مع نفسه لا انا يعني يعني اناشد المشايخ والدعاء اجعله ولو كل يوم جلس التدبر والتدبر وتأمل عن القرآن في رمضان تمام كده بقى ده اول عتب يا جماعة ما تقفلوش بابكم في رمضان وخلي باب القرآن مفتوح للتدبر للعلم اللي زي